سمع ابن عمر رضي الله عنه رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمر رضي الله عنه لا يحلف بغير الله فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك بعض الناس يحلف بالنبي وبالولي وبحيات فلان وبجاه النبي أو برأس فلان أو حيات فلان أو بالأمهات أو بالآباء أو بالكعبة أو بالشرف وهذا شرك أصغر وكبير من كبائر الذنوب قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي ممن أحلف بغيره صادقا طيب ما كفارت من حلف بغير الله من حلف بالنبي وغيره أن يقول لا إله إلا الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بالله والعزة فكفارت ذلك أن يقول لا إله إلا الله